وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة ومتبعة تفعيل الاتفاقيات والفرص الاستثمارية التي تم توقعها خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي جاء ذلك خلال ترأس مدبولي الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدرية حيث شدد على أهمية تحرك الوزراء لتنفيذ المستهدفات المتضمنة في برنامج عمل الحكومة على أن يتم إبراز تلك الجهود بما يعطي رسائل قوية على أن الحكومة جادة وتمضي قدما باتجاه حل المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة كما أكد مدبولي على ضرورة قيام الوزراء بزيارات ميدانية والمتابعة المستمرة على أرض الواقع للمشروعات الخدمية التي تمثل صلة مباشرة بمصالح الموطنين فضلا عن الاهتمام بالقضايا ذات الأولوية مثل أسعار السلع والتعليم والتقى والصناعة والبيئة وغيرها من القضايا المهمة مثل جهود حل مشكلة انقطاع الكهرباء لفتن في هذا الصياق إلى ضرورة التركيز بصفة خاصة على مواصلة جهود خفض الأسعار وتطرق رئيس الوزراء إلى ضرورة متابعة جهود تعزيز التقات المتجددة في مصر وطالب المجموعة الوزرية الاقتصادية بضرورة قيمها بالتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية بشأن مختلف البرامج المتعلقة بالإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني ولا سيما ما يقص تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطرحات الحكومية ترجمة نانسي قنقر